تحرص مملكة البحرين على المشاركة الإيجابية والفاعلة في مختلف الاجتماعات والفعاليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتؤكد المملكة من خلال هذه المشاركات التزامها بصون حقوق الإنسان باعتبارها أولوية وطنية كما تعرض ما تقوم به من جهود وما حققته من إنجازات في هذا المجال تستمر مملكة البحرين في كل محفل عربي ودولي في استعراض جهودها في مجال حقوق الإنسان لتجسد التزامها بصيانة الحقوق ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا المجال هذا الاهتمام من قبل مملكة البحرين في استعراض التقارير الشاملة والدورية ومناقشتها بشفافية وفاعلية يأتي لإبراز الجهود الوطنية ونتاجها من العمل المثمر والحصاد المتراكم الذي ميزها بالريادة في مجال حقوق الإنسان مترجما وفاء المملكة بتطوير منظومتها من التشريعات والإجراءات المتطورة المعنية بحماية الحقوق نجاح وفود المملكة في تلك المناقشات يعبر بشكل جلي عن التقدم الرائد في مجال حقوق الإنسان وتعزيز احترام هذه الحقوق في شتى المجالات والميادين وذلك باعتبارها إحدى ثمار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سلسلة الإنجازات المتوالية التي تشهدها مملكة البحرين جعلتها نموذجا من خلال رسم خارطة طريق وجدول زمني واضحين المعالم بتطوير إيطار شامل لحقوق الإنسان باعتبارها أولوية وطنية وتؤكد مملكة البحرين خلال مشاركتها في مختلف المحافل حرصها الدائم على احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون كرمته دون تمييز وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية بهذا الشأن إشادات واسعة واعتراف دولي يعكس واقع التطور والتقدم الذي تشهده مملكة البحرين على صعيد صون وحماية حقوق الإنسان ليكون امتدادا لنهج المملكة الراسخ والأصيلة المستمد من قيمتها الحضارية والإنسانية لتواصل تعزيز مكانتها وعزمها على المضئ قدما من تحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة